موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حديث الصحافة وحلقة جديدة أهلا بكم أعزائي المشاهدين من البداية مع صحيفة الجارديان ومقال افتتاحي بعنوان كيري تبنى المشروع الروسي في سوريا وطوعه لخدمة مصالح أميركا رأت في الصحيفة بأن الهدنة هي اللعبة الوحيدة المتوفرة في سوريا وأضافت قائلة لقد طال أمد الحرب ولم تثبت الدبلوماسية نجاعة فيها حيث كان يؤمل بأن تنتهي الحرب أو توضع تحت السيطرة وهو ما بدى أنه صعب المنال ولحظت الصحيفة أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يبدو حتى هذا الوقت صامدا ويعطي المراقبون فرصة النجاح للهدنة لأن الهدنة تخدم مصالح اللاعبين في الأزمة للمضي في تحقيق أهدافهم بطريقة مختلفة وتصف الصحيفة سوريا بأنها تقاطع معقد على طريق سريع في يوم تقصه سيء يهدد بتراكم الحافلات والعربات في أي لحظة ويجب التأكيد هنا أن الهدنة تمت بشروط روسية وتخدم النظام السوري حيث ستستمر الانتهاكات وكذا مخاطر مواجهة روسية تركية وتعتقد الصحيفة أن المخاوف من توسع الحرب كانت أدافع الرئيس وراء المفاوضات التي انتهت باتفاق الهدنة وأشارت إلى الأثر الذي تركه تدخل روسي على الحرب السورية فقد هز الشجرة وفقا لتعبير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقوى التدخل العسكري الروسي النظام بطريقة جعل من الإطاح به أمرا بعيد المنال ووضع التدخل العسكري المعارضة في حالة حرجة وحرمها من تحقيق هدفها الرئيس وهو الإطاحة بالأسد لكن النجاح الروسي جلب معه مشاكله لأن شن الحرب أسهل من تحقيق تسوية سياسية وخسرت واشنطن مصدقيتها عندما هدد باراك أوباما بضرب الأسد ولم ينفذ تهديداته بعد استخدام السلاح الكيميائي في 2013 ومن هنا فما قام كيري بعمله هو تبني المشروع الروسي في سوريا وتطويعه بشكل يخدم المصالح الأمريكية والأوروبية والدول المعنية بالنزاع وتختم الغارديان بالقول أمريكا وروسيا بحاجة لبعضهما البعض ولكن كل منهما يحاول استغلال الآخر وقد ينحرف مسارهما لكن المشكلة أن هذه هي اللعبة الوحيدة المتوفرة في البلد وهي اللعبة الوحيدة التي يمكن أن تحمل وعودا للسوريين بتخفيف معاناتهم وبالانتقال عزاء المشاهدين للصحافة التركية ومقال لأفق أولوطاش في صحيفة أكشام بعنوان الهدنة في سوريا بيّن فيه الكاتب أن الهدنة السورية هشة جدا وعلى شفى الانهيار إن لم تتبع بتحركات فعلية تشمل إرساء بعض السياسات التي تخفف ألام المدنيين وتحقق نتائج إيجابية لقوات المعارضة المعتدلة مؤكدا أن عدم اتباع هذه الهدنة بطاولة سلام دائمة يجلس عليها الأطراف المتنازعون فإن انهيارها مؤكد لا محالة ونوها إلى أن مرحلة الجولوسيا على الطاولة يجب أن يسبقها صمت كامل للسلاح ويلتزم بهذا الصمت الطرفان ليظهرانية حقيقية في إحداث تغييرات إيجابية ومن خلال صمت السلاح بشكل فعلي يتحدد هل سيتم عقد مؤتمر جينيب في التاسع من آذار كما هو مخطط له وهل سيكلل بالنجاح أم سيكون الفشل الذي آلت إليه كل المؤتمرات المعقودة سابقا حليفة وألمح أولو طاش إلى أن كثافة العناصر المتحاربة في سوريا واستثناء جماعة النصرى وداعش من الهدنة مؤشران أساسيان إلى أن الهدنة المزعومة ستبوء بالفشل وفي صحيفة النهار أعزائي المشاهدين نقرأ مقالا لسميح صعب عنوان موسكو وقنبلة الفيدرالية السورية رأى فيه الكاثب أن روسيا تطرح الفيدرالية في سوريا وهي متيقنة من أن المعارضة السورية وداعميها من تركيا إلى السعودية سيرفضون ذلك لأن الفيدرالية إذا ما طبقت في سوريا لن تقف عند الحلول السورية فكل دول المنطقة التي تضم أقليات دينية أو عرقية ستكون مرشحة لتطبيق هذا النموذج لديها وقبل أن تطرح روسيا الفيدرالية زادت أوراق القوة لديها في سوريا فهي التي أقنعت واشنطن بالذهاب إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية باعتباره الاختبار الحقيقي الأول للأطراف السوريين الراغبين في الخروج من الحرب وباعتباره يحصن المواجهات مع التنظيمات الجهادية التي صارت الأولوية لمحاربتها في سوريا بعدما كانت أولوية واشنطن في الأعوام الماضية إسقاط النظام السوري وهنا يبرز الخلاف منذ فترة بين أولويات واشنطن من جهة وأولويات السعودية وتركيا من جهة أخرى ومثلما قادت روسيا سوريا إلى الهدنة فإنها هي التي تتولى الآن عملية المصالحات على الأرض وتشجع النظام على اتخاذ خطوات من شأنها دفعوا سوريين كثيرين خرجوا على الدولة إلى العودة بالمصالحة وليس بالنار لكن الدور الروسي ناشط عسكريا ودبلوماسيا لا يلقى قبولا من أطراف إقليميين يرون أنهم سيخرجون خاسرين من سوريا وفي مقدمتهم تركيا والسعودية ومعهما أطياف المعارضة المدعومة من هاتين الدولتين وهذا ما يجعل المهمة الروسية الأمريكية أصعب من غير أن يوقفها أما الذين لا يريدون حلا سياسيا في سوريا فإن موسكو ألقت في وجوههم القنبلة الفدرانية وفي أوريانت نت أعزائي المشاهدين نقرأ مقالا بعنوان لماذا يصمت الجميع على تقسيم سوريا رأى فيه الكاتب بأنها ثمة إيجابية يتيمة في موضوع فدرالة سوريا تتمثل بإزالة الغموض عن حقيقة المواقف الروسية الأمريكية بشأن المسألة السورية والطرح الفدرالي يبدو كأنه أسقط بالمظلة ولعلى المثير أكثر أنه يشعل فتير انفجار الجغرافية السياسية لعموم المنطقة وأن أول المستهدفين هي تركيا التي ابتلعت فجأة جميع خطوطها الحمراء ثم إيران وهذه بدأت تلطم رضائي وقبله ولايتي على تقسيم سوريا تحسبا لسيناريو لا يناسب بارتداداته أمنها القومي ولعلى اللافت أن تعتمد واشنطن الدبلوماسية الوقحة في تجاهل دعوة الرئيس الفرنسي هولاند أصدقاء سوريا لعقد اجتماع يناقش خلوقات الهدنة في حين اكتفى جون كيري بالإشارة الاهتمام واشنطن بموضوع الهجرة بينما الأسوأ أن يجد زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا أنفسهم وجها لوجه عراتا من الغطاء الأمريكي أمام الرئيس الروسي في مؤتمر هاتفي يلتمسون خلاله مجرد الحفاظ على تماسك الهدنة بدورها بدأت تركيا في وضعية تراجع مذهلة أمام ضغوط روسيا السياسية وغدر الولايات المتحدة بأمنها القومي وتصعيد العمال للعمليات الإرهابية داخل أراضيها لا تزال واشنطن ترفع الفيتو ضد تسليح المعارضة السورية من جهتها تحاول الرياض التعويض عن محدودية خيارتها العسكرية بالهجوم السياسي المفارقة أن إيران تتلاقى مع السعودية بعدم الارتياح لما يجري ولا تمنح روسيا الثقة المطلقة لم يعد خافيا أن جماعة صالح مسلم وإسرائيل هما الوحيدتان الضالعتان بتفاصيل مؤامرة تفتيت سوريا الجميع غالق الآن من عرب وعجم وأكراد وأوروبيين وروس باستثناء إسرائيل التي تلقت تفتيت سوريا كهدية أمريكية غير مسمومة قبل الانسحاب النهائي لمواجهة الصين وما تقتضيه من تحالفات جديدة ونختم أعزائي المشاهدين هذه الحلقة من كلنا شركاء ومقال إدوارد حشوى بعنوان التفاوض ووقف إطلاق النار والإشراف الدولي بين فيه الكاتب بأنه في السياسة التفاوض شيء ووقف إطلاق النار شيء آخر وما أنهما من منشأ واحد هو الحرب فإنهما غير متلازمين بالضرورة وبالتالي فإن وقف إطلاق النار ليس شرطا يمنع التفاوض وقد تستمر الحرب ويستمر التفاوض بدون أي وقف لإطلاق النار ما يحتاجه التفاوض السياسي هو التوازن المقول على أرض المعركة فلا احتمال لنجاح التفاوض إذا اختلت توازن كثيرا إلى درجة يعتقد فيها أحد الأطراف أنه قادر على فرض الاستسلام السياسي على الآخر حين يقبل الأطراف التفاوض فمعنى ذلك في السياسة أنهما وصل إلى درجة من الضعف والإنهاك المتبادل في سوريا احتمالات عديدة متوقعة تواجه اتفاقية وقف إطلاق النار ففي جزء من الحالة هناك اشتباك مبرر دوليا ضد داعش والنصرة وهذا الضد قد يتسع ليشمل فصائل عديدة المعارضة المسلحة تتكون من جيش الإسلام وأحرار الشام والجيش الحر وجيش الفتح ومن جبهة النصرة وداعش ومن أكثر من 200 فصيل صغير وكل هذه الجيوش والفصائل لا ترتبط بقيادة واحدة ولا تتفق على برنامج سياسي واحد حول المستقبل وهذا الوضع يشكل أحد أهم أوراق القوة للنظام السوري المتماسك حول ديكتاتورية لها دستور وتراتبية عسكرية ولها قيادة مطاعة إن الاختلاف حول شكل مستقبل الدولة السورية هو أحد أهم أسباب بقاء النظام وربما أنه جعل المجتمع الدولي أميل إلى بقاء مؤقت للنظام إلى أن يتم التوافق على هوية البلد ونوع النظام فيه ويختم الكاتب بالقول وجود معارضة مسلحة وسياسية متفقة على دولة مدنية ديمقراطية في العنوان وعلى ضرورة التفاوض لحقن الدماء وعلى وقف إطلاق النار هو بمجموعه حالة انتقال صحية للمعارضة ككل تخرجها تدريجيا من حالة التعصب والاحتقان الطائفي إلى باب السياسة وتحقق وحلة البلد بأقل التنازلات الممكنة بهذا المقالة عزيزي المشاهدين نختم الحلقة لهذا اليوم على أمل اللقاء دوما كنوا بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة